دكتور ناجي معانا دقيقتين يعني طبعا الرب أمر بإهلاك البشر والرب طلب من نوح أنه يصنع فلك اللي منسمي فلك النجا كتاب العهد الجديد بيتكلموا عنه بإسهاب والرب يسوع بيشهد لشرعية الحدث نفسه نفسه بشبه مجيء ابن الإنسان لما بيجي مرتان يرح يكون مثل أيام نوح شو التحذير شو الرسالة اللي عاوز توصلها لكل مشاهد رسالة أن الله إله عادل وإله محب في نفس الوقت وإني عادل الله 100% ومحبته 100% فمش المحبة 100% والعدل 90% فمحبة تغطيها فالله عشان يكون محب بالكامل وعادل بالكامل كان الحل في المسيح أن العدل بيتطلب أن أنا أموت لأن أجرة الخطيئة هي أموت الرب يسوع الكامل الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا دفع تمن الخطيئة عشان أنا أتحرر ده فلك النجا والفلك ده كان ليه باب واحد والرب يسوع قال أنا هو الباب فالرسالة البسيطة والمهمة جدا يا أخ نيزار نازم ندخل إلى الفلك الحاجة الثانية اللي عايز أقولها مش مهم تكون بعيدة عن الفلك بمقدار متر ولا ميت متر ولا ألف متر ولا نص متر أو متعشم على بالضبط النتيجة واحدة يا إما في المسيح أو خارج المسيح وعشان أبقى في المسيح مش محتاجة أكون قديس ده أنا خاطي وباجي أطلب تطهيري بدم المسيح وأعيش في النعمة وأعيش في ثمار النعمة في حياتي والعاوز أقوله في الختام دكتور ناجي أنه لما الرب أغلق الباب خلاص الفرصة انتهت والعاوز أقول الآن هي فرصة مفتوحة للخلاص في وقت رح يجي خلاص بينتهي الوقت سلم حياتك للمسيح تعال إلى المسيح واحتمي بفلك النجا من خلال المسيح الرب يباركك اشتركوا في القناة